رفض تياجو الكنتارا لاعب وصل لفربول الإنجليزي عرضا من أحد الأندية السعودية بحسب ما أكدته تقرير إعلامية وفي الفترة الأخيرة ظهر اسم الكنتارا بين اللاعبين المطلوبين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف في ظل سعي المملكة لاستقطاب نجوم عالميين وبحسب ما ذكره موقع ذا أثليتيك البريطاني فإن تياجو رفض عرضا مغريا من الناحية المالية من أحد يندية الدوري السعودي لم يتم الكشف عن هويته وأشار التقرير إلى أن تياجو يريد التركيز على المشاركة في استعدادات ليفربول للموسم الجديد وتقدر الإشارة إلى أن العرض السعودي لم يصل إلى ليفربول بل تم الاتصال باللاعب نفسه مباشرة وكان الكنتارا قد أثار التكهنات حول مستقبله بعدما أزال صفة لاعب ليفربول من النبذة التعريفية الخاصة بحسابه الرسمي على انستجرام قبل أيام ومن الجدير بالذكر أن الكنتارا صاحب الاثنين وثلاثون عاما انضم إلى ليفربول في صيف الفين وعشرون قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل اثنين وعشرون مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى الفين واربعة وعشرون وشارك لاعب الوسط الإسباني في سبعة وتسعون مباراة بقميس الريدز بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع سب وعانت يجو من لعنة الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن ليفربول الموسم الماضي حيث اكتفى بالمشاركة في ثمانية وعشرون مباراة مع الفريق صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل موسيقى